اشتركوا في القناة شبه رعدي يميز سواحل الوسطى واشرقية لمنق الرعود احتمال امطار محلية الخلايا الرادية تبقى ناشيطة خلال الظاهرات تكون مرفوقة بامطار معتبرة محليا على شكل زخات احيانا حبات برد وهذا على المرتفعات الداخلية ومنطقة الاوراس بعض الامطار الرعدي ايضا تكون غير مستبعدة على منطقة السورة شمال السحراء والواحات بينما اجواء مشمسة الى مغاشة جزئيا من وسط السحراء الى غاية اقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم ستقارب 18 بالعاصمة وعنبا كدري قسنطينة 19 درجة بوهران 14 درجة بتيارت لن تتعدى 12 درجة بالجلفة 17 بتيزيوزو وبتناز جنوب 19 بشمال الصحراء 20 درجة من بيسكران نحو ورقلا 21 درجة ببشار تتفعل 29 درجة بالصحراء الوسطى الى غاية اقصى الجنوب بينما ستقارب 23 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي الحرارة القصوى خلال ضهيرة الغد لن تتعدى 28 درجة بكل السواحل في حدود 22 درجة بتيارت 27 درجة بتيزيوزو 25 درجة بقسنطينة بينما لن تتعدى 19 فقط بالجلفة والبيت 29 درجة منتظرة بتليمسان في حدود 24 درجة فقط بغردايا كذلك الأغواط باتنا أو بيسكرا أقول وحتى بورغلا وحسيم سعود 30 درجة ببشر 33 درجة بالتمنرست 40 درجة ستكون كعالم قياس بصحراء الوسطى لغاية اقصى الجنوب فيما يخص الملاحة والصيد البحري اليوم الغد البحر سيكون قليل الاتراب على طول شريط السحيل رياح ضعيفة إلى معتدلة ضمن اتيرات شرقية شمالية وقت شروق الشمس صباحة الغد على مسوى العاصمة وضوحيها سيكون في حدود الساعة الساديسة صباحا و46 دقيقة والغروب على الساعة الساديسة مسان و25 دقيقة شكرا على المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه